اشتركوا في القناة بطرابلس والخمس فضلاً عن الوحدة البخارية الأولى في بحطة كهرباء مصرط وأضافت الشركة أن خروج الوحدة تسبب في فقد قدرة انتجية قدرها 1400 ميجاوات وأكيدة إرجاع عدد من تلك الوحدات إلى الشبكة كشف موقع ABSCB الفلبيني عن عزم رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي إرسال سفينة إلى ليبيا بعد اختطاف ثلاثة من مواطنيها وتوعد دوتيرتي وفقاً لما نشره الموقع الجمعة بإرسال فرقاطة في حال تعرض المختطفين للأذى من المسلحين وفق قولها كما أشار الموقع إلى أن دوتيرتي يرغب في إظهار القوى بعدما أرسلت كوريا الجنوبية سفينة حربية إلى ليبيا لضمان إطلاق مواطنها الذي اختطف هناك استدعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مديري الإدارة التجارية بشركتي الخطوط الليبية والإفريقية لاستعراض العرقيل التي تمنعهما من أداء خدماتهما بشكل جيد وذكرت صفحة والهيئة على فيسبوك أن الاستدعاء بحث ما تعرضت له طائرات الشركتين من إصابات نتيجة أحداث المطار الأخيرة وعدم موافقة مصر في ليبيا المركزية للاعتمادات لتوريد مواد تشغيل حدد المجلس الرئاسي المقترح شروطا جديدة تتعلق بعملية توريد أضاح العيد من بينها ضرورة وصولها لليبيا قبل الثامن عشر من أغسطس الجارية قراره الرئاسي عدل بمجبه قراره السابق الذي خصص فيه مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون دولار لتوريد الأضاحي على أن يخصم المبلغ من المؤسنة الاسترادية للعام الجاري وشدد القرار على أعطاء الأولوية في منح الموافقات للشركات التي تقدم ما يفيد بوصول الأضاحية أو التي تتعهد بوصولها للموانئ الليبية حسب التاريخ المحدد وأن أي شحنة تنتصل بعد هذا التاريخ لا تعد مشمولة بهذا القرار نهاية الموجز مشاهدينا في أمل اشتركوا في القناة